المحطة القادمة وإحنا جداً سعداء وجودك اليوم مجدداً في قهوة الصباح صباح الخير حياكم الله سعد الله صباحكم وأهلاً وسهلاً بكم كيف أمورك دكتور؟ طيب أسمورك تمام تمام الله عبارة فيك أهلاً وسهلاً بك دكتور من جديد يعني اليوم سنتحدث أكثر عن قانون التعليم المدرسي وهذا قانون التعليم الجديد أيضاً نسلط الضوء على الطالب والعملية التعليمية بشكل عام وهنا نسأل هل شمل أيضاً القانون المعلم؟ أهلاً وسهلاً بكم أولاً نهني يعني الكادر التعليمي في السلطنة جميعاً بيوم المعلم العالمي طبعاً في إشارة واضحة في المادة الرابعة من القانون بأن مهنة التعليم مهنة سامية يعني المشرع اسماها سامية درجة السمو في العلو أن تطاول السماء وقال بأنه يجب على أفراد المجتمع أولاً أفراد المجتمع بشكل عام ومن ثم يعني العاملين أو المتعاملين مع المعلم أن يحفظوا هذا السمو وهذا التعامل ورقي معه بحيث أن التعرض له بعد ذلك أيضاً في المادة 53 أشارت بأن المهنة التعليمية مهنة مصونة مصونة بحدود القانون فبالتالي أيضاً كل من يتعرض لها بالتشهير أو الإساءة للمنظومة التعليمية يتعرض المساء القانونية جميل طيب هل هناك محضورات معينة يجب على المعلم الانتباه لها أثناء ممارسة أساساً مهنته؟ نعم يعني أراد القانون وفلسفة القانون هي أن يعني أيضاً تتطور المنظومة بشكل عام تتطور المنظومة بأن تتعامل مع الحداثة الحداثة والرقي في التعامل سواء كان في الكثير من المسائل التي تثار بين أنه حضر واجب نقول التعرض للطفل بدنياً من خلال الضرب أو من خلال العقوبات البدنية فبالتالي الكثيرين من أفراد البعض من أفراد المجتمع يقول بأن حضرها سيء جداً لأنه سيخلق فئة من الطلبة في عدم المبالاة وعدم المسائلة والبعض يقول أيضاً من النواحي الإنسانية أنها الغلظة في استعمال هذه العقوبة قد تؤدي بالإضرار بهؤلاء الطلبة نفسياً وبدنياً لذلك كان القانون يتلمس الوضع العام فمن خلال الوضع العام من خلال لحاطة أولاً بالمنظومة العالمية وأيضاً قوانين الطفل ومن ثم أيضاً بالمنظومة التعليمية فوضع الفيصل في التعامل مع هذه المسائل أن يحتكموا وهذا هو أساس الحوكمة في التعامل إلى القانون فبالتالي يقول يا معلم أنت دورك أن تحفظ أداء يعني هذا الطالب فإذا ما أسأل هذا الأداء هناك عقوبات إدارية غير العقوبة البدنية يحضر عليك التعامل معه بالعقوبة البدنية نعم لكن هناك عقوبات أخرى إذا كانت هذه العقوبات لا تكفي عليك اللجوء لجهات قضائية أخرى لأخذ العقوبات اللازمة كان يتنمر على زملائه بالضربة أو الاعتداء أو على الكادر التعليمي فبالتالي هناك أيضاً محظورات على الطلبة كما هي محظورات على المعلم إحدى هذه المحظورات على المعلم رداً على سؤالك تحديداً التعرض العقابي والأخرى أيضاً حماية الفكر العام للطفل فبالتالي أن لا يكون يعني بالنسبة للمعلم قد يكون يحوز أفكار ضد نقول المجتمع بشكل عام أو الوطن سواء كان من خلال مبادئه ومعتقداته الشخصية أو من خلال أسلوبه وطريقته في التعامل والتعاطي مع حياته الشخصية لذلك ألزمه القانون أن ينفص الانفصال كامل بين حياته الشخصية وبين واجباته فيلتزم بما وضعته المنظومة التعليمية من أسس لبناء أفراد ناجحين فبالتالي بناء هذه الأفراد يحتاج القواعد العامة الالتزام بالمنظومة العامة يعني خلق أسس التوطين ورغبة وحب الوطن وأيضاً أسس التعامل بين الإنسانية والأفراد جمعاً طيب دكتور الآن سؤالي ما هو أيضاً الدور الرقابي للمعلمين ولعضاء الهيئة التدريسية لو تصورنا أن الطالب ارتكب أي جريمة أو أي مشكلة في البيئة المدرسية نعم نظمتها أيضاً يعني إشارة واضحة في أن القانون التعليم المدرسي أحال بعض المسائل إلى اللائحة أولاً وص قانون التعليم المدرسي بتشكيل لجنة اللجنة هذه يرأسها مدير المدرسة هذه اللجنة تنظر إلى هذه الأخطاء أو هذه الملاحظات أو هذه نقول التحديات التي تواجه هذا الطالب من خلال اختراقه للمنظومة التعليمية فبالتالي تحال إلى هذه اللجنة هذا الموضوع إذا كانت المسألة في أن نقول الالتزام في الجانب السلوكي أو التعليمي الذي هو في محيط التعامل المدرسي فيأتي أولاً يعني على المرتبة الأولى النصح والإرشاد لهذا الطالب ثم بعد ذلك تأتي يعني تتدرق العقوبات بتدرق الموضوع وكبره وحجمه ثم يأتي بعد ذلك إمكانية نقله من المدرسة أولاً فصله المؤقت لمدة محدودة من خمس أيام إلى عشرة أيام ومن ثم أيضاً نقله إذا كان من الصفوف يعني الدنيا إلى مدرسة أخرى أو إذا كان من الصفوف الكبرى التي نقول من العاشر إلى الثاني عشر إلى تعليم الكبار يعني من التعليم الصباحي إلى تعليم الكبار هذه من العقوبات إذا كانت هذه العقوبات الإدارية لا تكفي لردعه لأن يقول تقاوز الحد من ذلك كأن يكون تعدى بالضرب أو الاعتداء أو أحضر ما يخالف القانون في المدرسة وبالتالي يحتاج إلى تدخل جهة أخرى إذن يلزم مدير المدرسة بالإبلاغ عن تلك الواقعة لأن القانون إذا لم يبلغ عن الواقعة رتب على مدير المدرسة عقوبة جزائية فيجب عليه بلاغ أقرب مركز شرطة لاتخاذ الإقراءات القانونية حيال ذلك المخالف ممتاز تكلمت قبل شوي دكتور عن العقوبات الإدارية وتكلمت ذلك عن الفصل للطالب هل هناك مادة أيضا حددت المدة الزمنية أساسا لهذا الفصل الطالب ومتى أساسا يجوز لإدارة المدرسة أن تقوم بهذه العملية نعم كصلاحيات نعم اللائحة التنفيذية لقانون التعليم أشارت في مادة خاصة بها ما هي المنظومة ما هي المخالفات المحضورات على الطالب والمحضورات كثيرة ابتداء من سواء من قواعد السلوك أو التنمر على الطلب الآخرين أو عدم التزامه بالواجبات المدرسية التي تلقيها المدرسة عدم التزامه بالزي المدرسي الكثير من المخالفات ومنها يعني على سبيل المثال أيضا التشهير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير بالمدرسة أو أعضاء المدرسة أو زملائه من الطلبة كل ذلك من المحضورات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية فبالتالي ترتب العقوبات التي ذكرناها نعم طيب دكتور هل هناك أيضا مادة قانونية تنص على منع المعلم من معاقبة الطالب بدنيا في حال خالف قواعد الأنظمة المدرسية؟ نعم المادة واضحة جدا المادة إذا كانت تحضرني أربع وخمسين يحضر على المعلمين يستخدام أي وسائل العقاب البدني يعني ضد الطلبة وبالتالي يعرض نفسه للمخالفة إذا ما خالف ذلك نعم نكتور تكلمنا ربما عن الطالب يعني لكن ماذا فيما يتعلق بالمعلم على سبيل المثال لو تعدى أحد أولياء أمور الطلبة أو أحد قاربهم على المعلم سواء داخل الحرم المدرسي أو خارجه نعم أيضا يعني القانون مثل ما أشرنا في بداية في المقدمة لأن هذه المهنة مهنة سامية فرتب لها الكثير من الحماية القانونية أولها وأعلاها أننا نتعامل مع موظف عام فبالتالي يجب أن يستحضر المدرس ومدير المدرسة أنه موظف عام فبالتالي كل من يتعرض لهذا الموظف العام إذا قلنا الآن الموقف حصل هذا التنمر أو هذا الاعتداء من أولياء أمرأ أو أقرباء أصحاب أين كان هذا الطفل أو هذا الطالب فبالتالي يحق له اتخاذ الإقراءات بل يوجب القانون وهنا قلنا الوجوب على مدير المدرسة أن يبلغ عن هذه الواقع وهنا هذه الدعوة تكون من الدعاوة العمومية التي يختص بها للدعاء العام الموقر لتحريكها ضد من تعدى على الهيئة التدريسية والهيئة التعليمية بشكل عام نعم شكرا لك الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري محامي ومستشار قانوني شكرا لك على كل هذه النقاط التي تكلمت عنها عن قانون التعليم المدرسي بشكل عام شكرا لكما ونلقاكم على خير إن شاء الله لسبوع القادم إن شاء الله مشاهدين الأحبان السمرة معكم ونروح الآن ونشاهد تقرير عن الأواني الفخارية وأبعدها لنعود من جديد كنوا معنا شكرا لك